تمضي السنوات وتتجدد المشاهد معبرة عند أتحان فعلى هذه الأرض من يستحق الحياة وإلى هذه الأرض هي تنتصل وتتواصل دوما وعلى الدوام مع اللاجئين السوريين الذين لم يجدوا سوى هذه الخيام لتقيهم وأطفالهم من برد الشتاء وحرارة الصيف واليوم في رفقة الهلال الإماراتي في زيارته للاجئين كادر إضافي وهو وفد يمثل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نحن في هذا المكان اليوم جايين نأكد الرسالة الأساسية ونكمل النهج الذي سنه المغفور له بإذن الله تعالى الوالد شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه الهدف من هذه الزيارة وغيرها من هذه الزيارات تأكيد الرسالة الأساسية التي نحن نشأنا عليها والتي من خلالها نأكد للعالم أجمع أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مكان هي دعم الأخوان والأشقاء والناس المحتاجين بغض النظر عن أي تحديات أخرى نحن نتكلم عنها اليوم ومن العشوائيات تابع الوفد مساره ومسيرته لتقديم ما يمثل روح الإمارة والدولة التي نهجت وتنهج منذ تأسيسها في بداية سبعينيات القرن الماضي رسالة واضحة وهي رسالة الإنسانية ومساعدة ومساندة الأشقاء فالتقى أعضاء الوفد بعدد من اللاجئين واستمعوا أيضا إلى جزء مما يحرص الهلال على تقديمه منذ سنوات وعلى مدار الساعة لهم تأتي هذه الزيارة بتوجيه من الأمان العامة المجلس التنفيذي بهدف إغاثة أخواننا اللاجئين من جمهورية سوريا الشقيقة والنازحين في مخيم اليوم هنا ودعمهم والتعرف على احتياجاتهم الخدمات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لا تخفي على أحد واصل الجريب والبعيد المحتاج يوصل له قبل ما يقول أنه محتاج فنحن طويل عمرك مكلفين ومعطيين مهمة أنها يصال المساعدات للاجئين السوريين في المكان المتواجدين فيه بغض النظر عن مكان قربه من بعده عن عمان نحن جدا سعيدين متواجدنا بين أخواننا وأخواتنا السوريين في المخيم الإماراتي مراجيب الفهود ينا منبضة بالمديد العون بتوزيع الكتب القرطاسية على الطلبة السوريين وذلك تزامنا مع عام القراءة في الإمارات وطبعا نحن جدا فخورين أيضا بالمشروع الإماراتي الكبير للأخواننا السوريين وطبعا هذا كله يدل على معاني العطاء والإنسانية من المجتمع الإماراتي قرطاسية ومساعدات عينية قدمت خلال الزيارة إضافة إلى الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين السوريين سواء كانت طبية أو تعليمية أو ما تتعلق بالاحتياجات اليومية أختم تقريري بكلمات سمعتها من أحد اللاجئين السوريين هنا في هذا المكان وهو من المسنين قال لي بأن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات تؤكد بأن الإمارات بقيادتها وشعبها مع اللاجئين السوريين في هذه المحنة التي طالت وتمنى بأن لا تطول أكثر من المخيم الإمارات الأردني لإواء اللاجئين السوريين حازم الخطأ بقناة أبو طبي